حكايتي كاملة بدأت النهار اللي غنطلقه بوحد مصري في الإمارات سيد كيف شافني تفتن بيها وبدأ عليها بالحب والغرام والعشق والهيام النهار اللول كان قطار عليها تزواج وقالي أنا بغيتك في الحلال سيد كان حشمان بحكم أن الخدمة ديالي لها علاقة بالخدمة دياله أنا الحمد لله كنت ناجحة في ذلك البلاد وقبل ما نوصلوا لهذا الشيء أجي نعود لكم عليها شوية اسمتي فاطم الزهرة تكبرت في أحد الأسرة اللي علاقة للحال وليديها كانوا ناس بساطة الأبريالي كان موضة في الدولة وممتي كانت ربعت بيتك نبينا الساديين الخوط خمسا دياليبنات وولده والاخر آخر العنقود ممتي كانت حالفة بحلوفة تبقى تولد حتى تولد الولد واخر ما نعرف ش حال تولد المهم نالتت عند ذلك الولد لحتنا كام نفتوش وكان الهمها الوحيد هو هذا الولد وكانت تقديل فرزيات بزاف بناتنا هذا الشيء طبعا أطر عني كما أطر على أخواتي بالحق ما عمر هذا الشيء ما خليته أطر على قرايتي كنت كان قرام مزيان وكان جي من الأوائل حتى العام ديال الباك كنت اخذت الباك بنقطة مزيانة ومن بعدها كنت درت المدارس السحديرية ومن مراها مباشرة كانت هزيت في واحد المدراسة خارج البلاد وكانت قاعدت معي مشيت قريت فيها واخذت ديبلون ديالي ورشعة المغرب كنت خدمت فيه عامين ومن مراها كان جاني عرض عمل في الإمارات ومشي تخدم وهنا فين غازت بدأ المسيرة المهنية ديالي في هذا الوقت كامل اللي كنت كان قرافيمة عمر نماتت الفرصة لشيوة المرأة انني نهادار معاه كنت دائما كنت شوف الفوق كنت بغا نحقق المستقبال فعلا ندرت بزاف ديال الحاجات ندرت الوالدية الدار اللي حياتهم كاملة كيتكافسوا عليهم خويا الامي درت المستحيل نحن بغا ندرت ويزن لتكتحيط لي باش انصف ليه باش يتحشيش ويصرق ليها باش مدخل للحباسات انا كنت تفعله على وجه بما يمتي لانا اشياء موجه اخر مهم بقينا البنات هككاك اليوم غداء اليوم غداء خدكم غديا وكتكبر والعروض للزواج لا أقول لكم أنهم كانوا يأتيوني بثاف والأرسان على الباب أنا أصلا شكلي كان شكل مقبول عادي ليس شي وحدا اللي يزوينا عادية جدا عادية وحتى طريقة التعامل ديالي كانت حدوديا بثاف حتى النهار اللي كيف مكتلكم هنطلقى مع هاد الماسري واللي كان اسميته أحمد سيد كيف شافني ماشي تسطح ليا شي حاجة مكتر وليس كيف ممنظور للقاهم المرايا ويقولي أنا كان بغيك وأنا كان حماق عليك وأنا عارف أني مش أدي المقام أنا بس القلب وما يريد ودك الهدرات دياله المهم سيد بدأ دخلني 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 حتى النهار وأنا نقول محراشاتي نتلس سيد فرصة ربما يكون كيبغيني ديال بصح متوكر على الله وما عمر الفلوس كيكشروا الباشا يعني بنادم المهم مو أنه يكون كيبغي كيخاف الله وكان كيبان أنه إنسان اللي كيخاف الله كيصلي صلعته هدرته عارفون هدرات ديال مصريين داخلين فيها دائما هادو كل الأدعية ودك شي المهم أنا قلت هاد سيد راه محترام غيخفي الله غيتها الله فيها معليش أنا في مكة لمشي المغرب كنسمع لهذا رفو دنيا أحقش مكدر في الإمارات وخاكل شي عارف أدني نقارية ماشي شايل هاد البلاد باش ندرش حاجة خيبا ولا ونا في أصلا في المغرب را كنت خدا ممسيا يعني ما شي غنحتاج أني مثلا نمشي الواحد را بغت ندرش حاجة نديرها في بلادي وقبل من البلادي را كنت خارجة على برة را مني نكون صغيرة ونا كنقرأ يعني على برة مني نكون صغيرة ونا نقرب على والدية إلا كنت ندرش حاجة غادي نديرها ولكن دائما هادوك صورة دي الخاليج كنت بقى مرصخة على أساس أن أيها بذن مشاتلت ما راها بنت خيبا المهمة البنات تعرفت على هاد الولد بليس بشوية بشوية كنت تعرف عني سيدا شغا نقول لكم كان كنت تعابل معي كيف المالقليل كان كي قولي يا حلم حياتي أنني نزوج به كي قولي يا اللي بغتي هندرة معه المهم دوما سمعه واحد الفترة حتى كنت تعرفت عليه وكنت ترتاح يتلبسه وكتله عدي تجي المغرب تخطبني ونزوجه ونقادد الأمور دينا كامنا القانونية قالي ألالا مرحبا وما كانش عنده مشكل فعلا أنا كنت نزلت المغرب وسيد كان مشا وعيت الماما وقال يا أحقا ما أحقا العائلة ما تقدرش تجي لظروف مادية بحكم كيف مكتلكم أنهم هما ناس اللي بساط يعني ماشي ناس اللي لابس يعني هم سيد أصلا تخدمتهم خدم زيان يعني ماشي قاريته هو ولكن ماشي في حالي أنا شكل هو شكل ثاني هو قرف ما يصار وخدم في الإمارات بعقد عمل أنا راه هم لي أي طولية باش نجي نصح ما الخدمة ديالي هي اللي خلاتهم انهم هم اللي باقي نين جاي عندهم ماشي أنا اللي تفاتليهم المهم سيد جاه هو وما ما هر حبنا بهم نوزنا الخطوبة وفش وصلنا العقد لقيت السيد ما جاي بش مأهب الزاب ديال الوراق المهم تأكس لنا ذلك الشي بقينا مهنا ومن الهيش غنديرو ما أشنو هنديرو أنا كنت جاي باش ندير العرس ديالي ونمشي في حالاتي يعني معاونا أيني ندير العقد والعرس وكل شي سيد قال لي عرفت ما تديري حسن نمشي للإمارات ونديرو العقد نديرو داب العرس هنا وما أصلا ما مرقيسك موالي حسن نديرو العقد أنا فجدو يسمى أمو ما قلت لي أحسن حاجة انتعار فراسك الخدمة عندك مزيرة ما يمكنش أنك ترجعين مرة أخرى وهذا وحنا زمان معاولين وكل شي مواجد أنك يغديري العرس صافي ديري العرس ديالك حتى تسمشي لهذه البلاد ونصفطو لك الورايقات وتوجب وراقيه وصافي ديرو العقد ديالكم في السفارة وقدوا الأمور ديالكم كاملة قلت لها واخا وكنت قلعت بسابة بسابة بحكم أنني أنا وحد البنس اللي كان عرف عشنه كان دير كان عرف مني ندخل ومني نخرج وعند بالي أنني مطورة المهمة البنات الأمور كاملتي استرعت كنا درنا العرس بلعقد يعني درنا العرس برسمها لغد ليك ندخل الشنوياه درنا وكل شي بالحق ما خليتوش نهائيا ليقرب ليها ليغاسني وكنت كان قوله جملة وحدة أنا بقي لحد الساعة ماشي مرتك حنا درنا العرس غير باش من نرجحش نديرو مرة أخرى وخلاص هزينا راسنا في السلاة الأطلة وجينا لهاد البلاد سيديك الساعة نزل المصر كنجاب الورايقات اللي خاصينه جا طيحنا العقد الأمور كاملتي استرعت وانت تزوج بيه على أساس أنه عزري مع عمره ما فات فيه الزعش المهم زوجنا دست الأمور اللي غشان قوليكم سيد كان كتاعملني كيفشي أميرة أمور بينو بينو كانت مزيانة كان مهلي فيها تشي حاجة مكين فيها المشكيل مهم سيد كان حنين 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 ولكلام المعصولة البنات ويني 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 منقوش لكم دك شي رخ ورافي را لتقولك أحقا هذا كيبغيني ما مكينش بكينش حاجة ميزا الحب لحب كبير في المواقف ماشي بالكلام ماشي أحقا قال لي أشنو دار معايا من هالي وقفت معاها وحد الموقف كيفش تصرف كيفش دار وقف معايا ولله هنا فين كان عارفوا الحب الحقيقي وكان عارفوا تفليات مهم دك سيد كان بيلي الحب الحقيقي بالكلمات وانا بالنسبة لي رأاه كيبغيني وكيحمق عليها في هذه المدة كاملة كنتك نقوله بغت نمشي الماصر بغت نمشي الماصر بغت نمشي الماصر يقول يا أخا والأمور عندنا تماما ومرونا ودار هذه وحنا بقي كنت صلحون مهم سيد يتهرب 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 انا ما تسوقش له دوس ما هذا الراجل 8 شهور حتى النهار اللي هرفت راسي حاملة ترسم الفرحة لبنات حسن لما شي باقة صغيرة اللي اغنقول لكم أحقا و بغن ندوز أم و لا أمين عادي نحمل الله يعني من النهار اللي تزوج به مدر تلفاني دي حتى شي حاجة كوز بغن نورد وليداتي نفرح بهم و حتى السيدرة ماشي صغيرة في العمر رحزان وصبرك الله المهمة البنات لأمور تيسرات ماشيس في ندربع شهور في كرشي حتى قال لي يا أحقا محقا لأبديالي خاصته عملية بالنسبة لي يا عملية رأي مسألة عادية ماشي شي حاجة الكبيرة مو محتوي للسيد كيقولي واحد المبالغ لباهضة و الامالية مؤقتة كنت لو ألنا تجربوا الإمارات هنا رتبوا يتقدم مقارنة هكا بمصار ولا تشوفوا ليش دولة ما في أوروبا قليلا واشنا عدنا هذا المصاريف حنا في مسار وما قادنش وهده معنا وهده ملهي والسيد ولا غير كيفكر وبغي يحمق وبغي تستعوا وهو الوحيد لي كان في عائلته خدام يعني كل شي كي يقول يا هذا عاطل هذا عاطل هذا مختامش اخويا ووالد وهذا ومكرفس مع الزمان ونمو مع عائلته ام كحطين ديال بصح ديال بصح وقالي انا الوحيد اللي قريت وانا الوحيد اللي تغربت باش نخدم سعبها مع الواليدية مع الواليدية المهمة البنات في ذاك الوقت كن شابعة واحد البراكة كان شديتها ومديتها لي وقالوا هاك سافت الواليديك باش بباك يدي العملية قل يلا وانا ما نقدارش وانا مش راجل لناخد الفلوس ديالولية احقا ما حقا انا اخسينش معها انا اخسين دير ما انا اخسين دير مدام العملية ساربانة صافي خوضهم ومن بعد رضلية المهم سيد خطاها هذه الفلوس انزل مصر بقال ساربنات تقريبا 28 يوم هذا كان رشح فهذا 28 يوم كان كيهضر معايا كولا شوية الليل ونهار اشنو درت وما درت والامور كانت غادية مصر وانا بالنسبة لي ما كان حتى شي مشكل فهذا الوقت كانت قلت لي اول الناس واش ننزل قليلا ما تنزليش وما عندك شكيفاش وانا لابت ننزلك ستكون انا مسالي وانا ده بقى كنجري معا الواليد وانا من لي بقى ساتي ما شو مشكل مصر في هذيك بقيل ابن المرهر ارجعنا حياتنا عادي فها المدة الراجل السراد ديله كامل كنزل المصر وانا اللى كنت كنصرف على الدار كنقول مع ليش الحمدولله انا لكن كنت خلص واحد المبلغ لكفيني وكانوا عندي بزاب دين الامتيازات في الخدمة ومنهم الساكن السيارة ديال الخدمة يعني بزاب دين الامتيازات كانوا عندي اللي كانوا مخليني نعيش المهم بقيت عيش مع هذا الراجل غايدة مع ابنيتي و اللي غا تقول لي حقا البراني ما البراني انا ملقيتش يعني انا هدك اول شخص اللي غادي فاتح ماي الموضوع دي الزواج فذيك الوقيت اللي انا كوز مساعدة انني تزوج قبل جاو عروض تشي واحد في وما تيسر المهم بقينا هكا كجارين حتى كانت تقربت نولد تقريبا ناس كولو حندي شي سبع شهور ونصد دخلت في الثامن غا نكون دخلت في الثامن عاوتاني سيد قال لي غا يمسي المسار قلت للمشي معها قال لي لا ممكن شو انتي تقلتي وانا نخاف عليك والظروف ماشي في حال في حال وحنا في الارياف وانا مشيتي معها يارا يقدر ما ترينش تكلو جاح مهم السيد عاوتاني دار لي العقدة في المنشار وقال لي ما سمشي شؤون الوقت لي هو مشا دار سبب العرص دير خطو وقال لي حقا غا يمشي وانا كنت باها غا نمشي صافي سيد كان مشاع وتاني الدمها الفلوس معمور مصرف على الدار كان كنت صرف دائما على فلوسه اللي كيتخلص كنت ربيهم على دارهم واخوته انا ما كانش عندي المشكل ما كنتش كانت تحاسب معا بقوة ما كان كتتعمل معا مزيان كنتم غمضعيني على بسافة الحاجات وكنت كان قول ان الزواج مشي هي المحاسبة صافي ما عليج الدنيا هانية مدام سيد كتتعمل مزيان مشي الفلوس اللي غا تخليني نتخاسب معاه المهم يا هاديك بقينا جارينا البنات دوز عوثاني خمستاشر يوم في المسار رجع رجع عوثاني يبوز ليدية وكن حماق عليك وكن سطا عليك بقينا كتحت النهار اللي ولدت دوز سهنايا فهد البلاد عشرية من بعد كنت نزلت المغرب دورت السبوع ديالي تما فرحت براسي الأمور كاملتي استرعت هزيت والدي وكنت رجعت عوثاني هاد البلاد فش رجعت كنت رجعت معا ماما اللي كانت قلصت معا المدة ديال شهرين وفادوك شهرين كانت ماما كل شوية كتقول يا راجل كدروا بيش لا يعمرها دار سهلا يفي حتى لا نقدرش نوصف لكم الطريقة اللي كان كيت عامل معايا بها را كان كيت عامل معايا كيف المال قليل رغم نقوش لكم كيفاش كي حن فيها وكيفاش مهالي فيها وكيفاش كي بيليه انه كي بغيني وكيت استعليها المهمة البنات دوزنات قريبا واحد ستشهور من مورا ما ولدت كان هو بغي نزل دارهم وكنت قلت له والو نزل معاك المهم سيد ايامي ديالي في تبريرات قلت له الله أنا بنتنتعرف على داركوهم بنتنتعرف على الناس اللي كتعرف بغيت نمشي معه ما عرفش البنات بغيت نمشي المهم هزني سيد ومشيت معه حتى لدارهم شغل نقول لكم الناس ما نكذبش ونقول لكم مرحبوش بيا ولا تعملوا معايا خيب بالعكس تعاملوا معايا كيفش اميرة عبتي ملاقين شغير مكرهوش يزوني ويرارهو بيا فعلا الوضع كان كاريتي عندهم ما عرفش كيفاش نقضى نوصف لكم ولكن حتى الناس دين العروبيات ديالنا والله يلاعيشين حسن حسن بزاف من دكشي اللي شفت انا مشي كي ننظر لكم على القاهرة اه أنا ك silkenlaya اللي كان فيها هو عرفتوا تشيرة ord serious رهوست لا نقدرش ننصف لكم ذاك الشي كاريتي بمثلاسث المهم آآآآآآآبي م lorsque تجعل من الشرش كاريتي يخير دال tutanner وذكرت الصعفي أنا يتفعني ضحكت clutch كنت قدر كان هتفعات خرج معهوم شنر خاصة بك شنور بقية م have scholarly ومع فى خارج و العنوى فقائل و أعطيت كالسف و أهزة فقائلت الوحيد و لكنها قامت بان لذي يتسلط انا قدرت سببها في الكوزينة و لم يكن تسنط كان سمعوك يقول لها كيف سأعطي لها و هل جاية عندي؟ و انا احضرت معها كل نهار ما احضرت معها قد اتوصل لها للمطار و كان قطعت التاليفون انا قدرت هذا الشيء الذي سأعطي في الكوزينة هو المشارس الصالون من بعد نجيت و لم يتحدثوا و كنت انه يفتح معي الموضوع و قد اشدت التاليفون من بعد نجب التاليفون و قد رأيها كشي تخربة قاعدة و قد رأيها و انا قد رأيها و قال لي فاطمة إنك انا حبت الخاطر و هو يقول لي اختي رأيها احقام احقام خاصة ما هي و راجلها و على الوقت تدعم و أتخدم تخلص و لقد رأيها احقام و أختي لا تنتظروا انها عند الدبلومات و اشوفوا لها و الحمد لله و كان لدينا واحد محارب في ذلك الوقت و هو يقول لي لا هاي ماندا لديه الدبلومار ايقا تجي هكا تخدم ناريها او محل او محل او شي احدأ كتبا لأكملوا اللهم يصير ليس بإذن أطلق معاه ونأتي معاه فلحدة خليته انا اصلا هذه هي طبيعتي لقد بغني نحرجيه واحد او قلت عادي هذه فتريته اخياتي اخ طريقه تعملت معايا بسيان تهلت فيه الوضع عنده كان كاريت ايها البنات غير بالطوب وفوق منه ديرين الجير و هذا الجير مصخ 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 شي فراش ما نقول لكم عليه عند ربح هذه الاولاد واحد الكاريتة واحد الحالة في الوقت اللي مشيت مهم بسيدة مكرفصة صحفية هذيك أنا بقعت فيها قلت سيدة غا تجي تخدم على ولداتها حت هو قليها عندما شاكي المعراج لها ومعراج لها وما يصير الغدلي انا مشيت الخدمة ومشي جاب سيدة جا جي تلقى سيدة فطار رحبت بيها ومخليت ما درت على وده وفادي كل ليلة خرجنا تعشينا في الزنقاء ودورتها في دبي كاملة أرجعنا في حالتنا للدار الأمور تسرعت لغا تليه الزيتراتي ومشيت الخدمة أنا وياه المهم بقينا هكا كلية متلولة كانت الأمور كاملة غا تعمسينا هي قلتك أحقا ما تقلب على خدمة كانت تخرجيه وياه أنا ما كنت زي ما صراحة في هذا الوقت سيدة كانت طيب كانت جمع زي ما مهم كانت تعاون في الأمور ديال الدار وعلاقتها معي كانت مزيانة ولكن السيدة سوف تكملوش البنات حتى واحد العشرين يوم شهر مقاد حتى أولا تكدرش التصرفات لمشي هما هادوك تخيلو كانت كون قاسة أنا وياه سيدة كانت مكي اجباش الحال كانت تبقى تخنزر كانت تردخعينا في البيبان أنا ما عجبنيش الحال كنت لولدنا شهر بيق أختك على راسي وعينية تقلس معنا مرحبا بيها من الحق ما بتعمل شفارها كوي ويقول لي أحقا محقا هي عندها ظروف خاصة وزوجها خلاها مخلاها وانتي مولا تلاقل ما مولا تلاقل المهم سيدة بدك يتبت فيها قلت ما عليش انتي مولا تلاقل لفاطم الزهرة وما تدريش فيها راسك وولا جيتها ظاهرت ولا تكلمت غيقلك أحقا أنت متكبيرة وما نعرف وما نعرف مهم غمطت عيني يا مدويس ما تكلمت نحن أريك من بعد سيدة بدك نحس بها في حالة قليلا يصغر مني نشان ومثلا كنت أقول أنه قلت أمو الراجل تجب أن أتجي تنخشش فيها لقد تبقيت تصرفات لأنه لا يدخلوا لخاطر كنت أقول عادي ودائما نريد أن أبقائنا الأمر يجب أن أجهر والمهم بقيتها كجاري ليوم غدا حسن الوحد ليلى الذي كانت ليلى عادي لا يوجد شيء يترشق جانا من الخدمات احنا احدى انا اضحكنا اجلسنا عادي مهم هنا يقرب المشاكل مبينه ومبينها وكيف انه مشاكل دائما الماما السيدار محاملني السيداره تغير مني كتغير من ملابسي حين اكثر افشكنت كان جيك لقى هلابسي ليحويجي مكيب مكياجي ديرا عطري كنقول ماليش الدنيا هانية مش مشكل خليها انا حين شفت الظروف ديالها شفت هي فين كتعيش قلت يا ربا ما اعجبها هد فين كنعيش احنا الحمد لله انا ادهار ديالي را ماشي غنوصفها لكم را الحمد لله كانت دار لي زويني بزاف مفرشة باخر ما كين يعني را فرق ما بين السماء والارض ما بين العيش اللي عيش انا والعيش اللي عيش هي ورحتل هاد الوقت الابنات الراجل را كسافت الخلصة تقريبا دياله كام للمسرة ولي غتقول لي انك تطيحتي الدين انا البناس مشي طيحتي الدين ولا شي حاجة انا كسب زوجه زوجنيا كنقول هادي مشي مشكله وما كنسوق للمديات بزاف كنقول ماشي فهمت كيف مغنزوج بالراجل لباسع لي كيف منزوج بالراجل الفاقير ما معرفش ما معرفش البنات انا كديرا انا معرفش كديرا المهم اه في واحد الليلة مهم كيفما كتلكم دس الليلة عادية تخشيس انا و الراجل في الفراش نعزت نعزت يا ابناء اهل اصدقاء اشترك الاسلاء تلديه ثلاث ونصدقاء ليلة في الليل اصدقاء ارادت او ثلاث ونصدقاء ليه مباشر المهم كانت سنة كانت سنة سنة ونصدقاء خمسا دقائق وانت شمعت صوت يمشي طبيعي صوتي ليس طبيعي على البنات ليس تلك الساعة جمعت الوقفة خارجه كنت سلت انا في الدار كنت عندي الخدامة انا قلت مراجل والخدامة هاد شريطة حليه في بالي ونشيت خارجه من البيت نيشا اللي بيدي الخدامة كي بل يسقل وجاني الصوت خارج من بيت الاخر اللي في اخته هذي الساعة كنت ارجعت بشوية بشوية حلت الباب كالقراج لي وهذي اخته مع بعضياتهم انا فشفت هذا المنظر راه تلفت لم يكن اعرف كيف يسقل بشوية الباب ومن بعد حليته وكانت غوث ونقول له ماذا انت مستي واشختك كان غوث بربي اللي خلقني السيدنا اريان جاك يجري عندي يقول له فاطم الزهرة سكتي خليني اغاني شرح لك هذي راه مرتي هذي راه مرتي كنقول له ماشي غسي واشختك وهذا انا هذيك الكلمة دي المرتي لم تسمعتها ولمرديت ليها البال ولم تخللت ليها الراسي في حالة داس من ودنية وخلاص لا تبتها بالنسبة لي وهذه راه مرتدي المهم انا يتم ولم تفعل شي جاعره دار هذه الساعة السيدة التي تتعاوني في دار خرجاتك تشري انا لم تكن مسيطرة على رأسي وحاجة واحدة التي كانت خرجوا عليها من الدار المهم السيدة اللي بزعلي ولبساتي خيتي وخرجوا بها خرجوا انا بدي سكن غوث اي حاجة قدامي كنهرسها سافي بحال انجياني انهيار عصابي كنت تعرفة محارفة رأسي من الحياة والفقراتك تشري لانتصوك على الوقت وحتى حاجة قصبك تغلق لما نقود سيقوم بكي وكانت قولي وكانت قولي يمكنني منع لدي شهر اللي ما يسمع كنت تقولي وكانت قولي وكانت قولي لانتصوك اي حالة دي فدائك الوقت على الوقت فدائك الوقت لا اعرف الناس بالذات ذات واحد السيدة لما كانت لا اماراتية ولا مغربية ولا هربية اصلا اي طليها جت عندي كتشري شنو كين شنو كين حاولت ليها الوضع وشنو واقع وشنو واقع المهم سيدا دا تقولي يا شوفي دبراسو انتي شنو لنا عندك انتي الحمدويلة واقفة على رجليك انتي هادي انتي هادي انتي هادي المهم دا تحاول انها تبرد فيها صافية هاديك دازا دا نهار غدلي مقدرش نهائيا مشي الخدمة تقريبا ربقت واحد ربع يام وانا قاسف الدار مصمرة ما قداش نتصور حتى الهنا كنقول راجلي راكي يغدرني مع اخته هاتشي لباليا كنقول انا شنو درتلي شنو منقصى عليه اه اه انا ندرون مقارنة ما بيني وما بين خدك السيدا انا كيف مكتلكم خويبة ولكن هي خياب مني لا حلقة مهاية وشغن قوليكم مشي غنعيم في خلق الله ولكن را مهم اه ما عرفش كيفاش غدين وصف لكم بالحق السيدا لا علاق المهم اه صافي بقينها كاك اه انا يكتلكم مربع ايام وانا يافدك ربع ايام سيد اه اه ابل مرا ابل مساجات كي حاول انه يتوصل لي انا ما كنت بغن سمع حتى شي حاجة من مراها كنت رجعت للخدمة صافي فعيني اي حاجة وحده هي اني نغان نرفع الدعوة دي الاطلاق انتفارق مع هاد سيد فيما كنت كنت كندور كالقى السيد في جنابي كالقف سيد في جنابي حتى الواحد نهار انا داخل البلاسة في نعيشة وهو يوقفني وكان شدني بزز وقال هي بغد نهدار كلناiejشة لتعلموني ان انا كنت كالאשبوك تراح للخطائر بنساء ليسو ان تناسين لان تمامي اعضار وادى جاهزة. نهار الت該طنية كنت كب تشاهد من الواحد هنا كل softly لكن هذا ليس كذلك أمريك أن أردت أن أفضل قد تسمعني أنا من اليوم التي أردت بغيتيها بالصحيح و كنت أتعرف بسيطةها لكما لا أريد أن أعلم قبل أنا أن أريد وعلم بيها والظروف و هذه السيدة تزوج بها قبل لم أعرف أن أتعرف أن أتعرف و فعلا السيدة والد معها رب عديل تراري أنا لست زوج بها في الوقت اليوم أنا أقبل مني قال لك أحقا هو تزوج بها قبل و لا يبقى و هو يريد أن أتعلم منها أي شيء كنت تحبسني انني نتعرف على داركم وانه اللي تعرف سديسيني عندها على عسل انها اختك جبتيها القلب داري وهي مرتك وكتقول لي اختك وانا كان خروج وكان خليكم بجوجت وما عايش لكم الحياة وانا كان صرف عليكم وكتلوا انت ضحكتيني قل لي اشوفي انا متحكتش عليك وربي لي عالم بيا ما ربي لي عالم بيا وانت كتبت منها الفلوس وخلاص عايش انا فابور وكتبت فلوسك للعائلتك في مازر وصافي هاتش الي كان قال لي لا مشي هكاك انت فهم الموضوع غلط وانا فهم الموضوع صحيح وانا قلت لوا مين هي العملية دربك بقدرش عملية انا قلت لها العملية وقلت لي الا اشمن عملية قد حضره قال لي لا ومشي هكاك وانت ما فهماش وهم تصلوا بيا وكان خصهم مبلغ وانا ما كانش عندي وانا حشب نقولها لك ونقول لك والدية خصهم فلوس ودك شايش قلت لك العملية قلت لهم تكتب سعليا ودحك سعليا ودباول الناس صافي اللي بيناتنا سالة كل واحد يشت طريقه انا ما بغس من نقوول الناس حتى شي حاش انا كنقولها تهضره وداخل يلي كان كيت قطعك وانت كنحس بوحد الشمسة الي كبيرة مليهاش اللي بداية ولا نهاية كنت كنحس براسي حمارة بزاف تخيلوا واحدة قرات وخدمات والشركات كيت خاطفوا عليها واحد يجي تحك عليها في حالها كامل شي سهله المهمة البنات انا كنت خليتوا مشيت ومشيت وعينية مغمضة علي سافي كرهتوا ديال بالصح المهم هي ها دي كتك الساعة كنت شفت المحامي باش يتكلف لي بالأمور كاملة كنت بغا نتفك منه في أقرب وقت انا كنت لقى مهاي وقال لي اعطينا غير فرصة كنت لك مان فرصة غنعطيك وانت اديتيني عند مرتك على اساس انها اختك ولادك تقدموا لي على اساس انهم ولاد اختك قال لي اشوفي انا انك سيدا ما بقى بينه وبينه احد اشي حاجة انا دائما كنت كنت كنقول ليك ما تمشيش حينت عارفها انسانة شرانية وهنتي شتي نهار اللي مشيتي مورها مباشرة انخلت ولادها وشتك تجري وحتاتني امام الامر الواقع وقال لي هي تقول ليك على العلاقة اللي مبيني ومبينها يا انا رجع ليها قل لي انا مرقيت المندير حين تخايف انني نفقدك داك شعر لش رجعت ليها ما داك شعر لش رجعت ليها قلونا هاتش ما كيهمنيش وهادي خضراء فقطعام ونا ما كدبش عليكم البناس ما بقيتش كانت سيقو سافي ايها ديك انا يا هاد الادرة كاملة اللي قال ليه ما تصوقش ليها كنت ارفع الدعوة ديالطلاق الامور ديالطلاق مشات سافي سيد ايامي طلاب ايامي يزاوغ انا كنت واخدا قراري وقتلهم هاد الرجل ما بقيتوش سافي وكنت فارغت انا وياه هاللي غنت فارغت انا وياه هادك المبلغ اللي كنت انا عطيته ليه كنجاور الدولية وقال ليه احقام احقا هدا هو المبلغ اللي كنت احتيتني دي الهملية الابديالي مهم ها هو عندك قل ليه انا يا غادي نحاول اني نردلك في هاد المدة كاملة انا غير الظروف ما انا غير الظروف وهو في هاد الوقت اللي كان حاولت لكم الوضعية الاشيماعي دياله كانت حسنات كان بدل الخدمة وداد له الصالة المهم بزاف ديال المتيازات وانده حتى هو سافي انا يا مدويتو ما كلمتو خديستوك الفلوس حسما حقي وسافي بديت عايشة حياتي مع والدي ديره في حالة ما عمرني كتمزوشا احسن مؤخرا او لا فيما كي يجيب اشيو فاتم الزهرة انا كان بغيك فاتم الزهرة فكري مزيان في الموضوع فاتم الزهرة انا والله انا كان بغيك وهذاك شي كامل اللي داز انا ارتو حينت كنت خايف لان فقدك انا لاجيت وقلت لك انا مزوج عندي وانا كان بغيك وهانتي كتشوفي زعما فلوس كرديتهم ليك انا هذيك السيدارة ما كانت بنوبين حتى شي علاقة وراهي اللي كانت الواتي ديك انا انهار اللي فقط لقيتك معاها قال يالله هي كانت كتهددني وكتقول يا يتعيش معايا كزوج يا غادي نقول لمرتك اني مرتك الثانية وهذيك الساعة زعما هي انا عارفة ما غديش تقبل حتو ما كانوا عارفين انا شخصيتي ماشي زعما ضعيفة وليش وحدة اللي غتقبل ان راجلها يكون مزوج وجاب لي القاسيمة ديال الطلاق دياله معاها وقال لي هاي قاسيمة طلاق وانا طلقتها ومبقى عندي احتشي دعوة بها وصافي انا يعني هي استفكيت معاها رجعي لي ايا انا البناز قلت له الله وش حمام مراجا وقلت له الله وهذا الشي اللي كان عود لكم دابا ره دازعلي تقريبا عام ونص وصيد باقي في نفس النقطة فيما كي شوفني انا راه الحمد لله راه طلقت في حلاز عما ما واقعت شي حاجة اي شاحيتي بالطلوب العرض اصلا داري هي اللي جاليها وهي اللي مشا منها يعني داري انا في داري ملعب صامقه ضحكه طريقيه كنحاول اني نسي وخامل داخل ديالي كنحس برات يمتعونه بعد المرات كنقول كلامه بالصح السيد يمكن كان محطوط في موقف وبعد المرات كنقول كده بحلية تالفى البنات ديال بالصح عارفة انكو ما تعيروني بزيان ولكن الساهل بعد المرات كنبغيو اللي جبدينا ودنينا اه هو حاليا كيقول لي اشوفي لما رجعتيش لي انا حماق انا كان بغيك ولي بغيتي عندي رام هاك هيا قاسيمة الطلاق اه بغيتنا لمشو المسر وتسوي لي وتسقطي ما عنديش مشكيل انا هادسي تسافي طلقتها انا مبقى عندي مندير بهذا بصافي عرفتي انا مبقى عندي مندير بهذا الزوج اللو لا سافي انا ممرتعش ما انا كان بغيك نسيها وكان حماق حليك وعلاقتي معاك وهذا انا البنات واحد الوحد وسبعين في المياه كنقول ما غديش نروش علي هو لكن بعض المرات كنقول وعليش لان حطي فرصة واحتمى مثلا الماما في المغرب اللي كانت في اللول كارها وكتقول يضحك وكتصرفي علي وكتديري حاليا رضيها من الملابس دخوله الرجل تراش لكون مجددا رجع لك رجعت لك فلوسك كانت لديه دروف صعيبة كشي قليل للحدث ويقف على رجلي رجع لك لم يحتاج لك مواله رجع لك لم يعطني فرصة ممارسة كملي معا حياتك أبناء التلفت فعلا نريد فرصة ونضع فرصة ونضع فرصة ونضع فرصة ونضع فرصة ونضع شي حاجة كدب عليها حرفة حرفة تضحك عليها بزاف للأمور أنا لا أعود لكم باختصار أنا لا أعود لكم تفاصيل أنا لا أعود لكم غير على ذاك الفترة لذيك السيدة بقيت معي في الدارة لا أستطيع أن نوصف لكم وانا هي كوسم غمضة إنية السيدة كانت تحقد عليها كتشوفني بوحد طريقة سرسم يستطيع أن أتخبر لا يمكن أن أكون أحد الخارج يعني أن أمريك يمكن أن أكون غليل كتشوفني أمريكي لا تحقل هناك صغير وليس كبير لا يمكن أن أكون صغير ورحية واحدة كصيرة انا لم افهمت انا بقل حد للساعة لم افهمتش المهم هذه هي قصة عودت لكم كيف ما هي حاليا كنت ان الاراء والتعليق ديالكم حين فعلا ما بقيتش عارفة كيفش نتطرف ولا كيفش نتير الاغزالة ديالي هنا وصلت القصة ديالنا ما تنسوش طبعا تخليوا الاراء والتعليق ديالكم صاحبة القصة وما تنسوش من التعليق وزوينة ديالكم هنا مقالية الا نقول لكم حبيباتي ما تخدش بيكم كانت معكم شهر زعت اللي كاتح ما قزمت عليكم